السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم خصوة مدى التربية الإسلامية للمستوى الثالثة إعدادي مكوّل الحكمة الإثار والتضحية على بركة الله نصوص مؤثر للدارس قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سورة الحجر الآية 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثت بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثت بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لمرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح المفردات مجهود أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع رحله منزله فعلليهم بشيء أشغليهم بشيء السراج المسبح وأريه أننا نأكل أظهري له بتحريك الأيدي على الطعام وتحريك الفم والمدغة طويين جائعين وفي الحديث بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من شطف العيش وقلة ذات اليد وفيه أنه ليس من المسألة المدمومة عرض الديافة على الناس وفيه أن من آداب الديافة أن لا يرى الرجل ضيفه أنه مان عليه أو أن الضيفة مضيق عليه ومحرج له وفيه من قبة لهذا الرجل الأنصاري وإيساره العظيم وفيه إثبات صفة الضحك والتعجب لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله ومن غير تكيف ولا تحريف ولا تعطيل وثيق النصوص والتعريف بها التعريف بسورة الحشر سورة الحشر وهي سورة مدنية وعدد آيتها 24 آية ترتيبها في المصحف الشريف 59 نزلت بعد سورة البيينة سميت بهذا الإسم لأن الله الذي حشر اليهود وجمعهم خارج المدينة هو الذي سيحشر الناس ويجمعهم يوم القيامة للحساب تعتني هذه السورة بالجانب التشريح والمحوى الرئيسي الذي تتور حوله هو الحديث عن غزوة بن النظير وأحكام الفئي والغنائم والأمر بتقوى الله عز وجل وبيان عظمته سبحانه من خلال أسمائه الحسنى تعريف بأنس بن مالك أنس بن مالك وهو أبو تمام أنس بن مالك بن النظر الخزرجي ولد بالمدينة المنورة في سنة العاشرة قبل الهجرة النبوية الشريفة أسلم صغيرا وخدم رسول صلى الله عليه وسلم إلى أنقبض له من الأحاديث 2286 حديثا رحل إلى البصرة ومات بها سنة 93 هجرية فرح المفردات والعبارات يسيرون يفضلون خصاصة فقر وحاجة وسوء حال يوقى شح نفسه يحتمي من البخل الشديد ومن الطمع لا يؤمن أحدكم لا يكتمل إيمانه نظامي النصص الأساسية أولا بيان الله تعالى استفادة المميزة للأنصار وهي حب إخوانهم المهاجرين وتفضيلهم على أنفسهم وعدم البخل عليهم بشيء ثانيا لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لإخوانه ما يحب من الخير ما يحب لنفسه مفهوم الإثار الإثار لغة التفضيل والتقديم وشرعا هو تفضيل الغير على النفس وتقديم مصلحة الغير على مصلحة ذاتية وهو أعلى درجات السخاء وأكمل أنواع الجود ومنزل عظيمة من منزل العطاء قصوم الإثار الإثار درجة إثار يتعلق بالخالق وهو إثار رضا الله على رضا غيره وإن عدمت فيه المحن وأغضب الخلق وهي درجة الأنبياء والرسل وكلموذج لهذا النوع نذكر امتزال سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر الله في دبح ابنه موسرا محبة الله على محبة الولد ثانيا إثار يتعلق بالخلق وهو أن تؤثر الخلق على نفسك فيما يرضى الله ورسوله وهذه درجة المؤمن من الخلق والمحبين من خلصاء الله ودواعي هذا النوع هما إثار فتري وإثار إيماني أخلاقي إثار فتري ومنه إثار الوالدين ودافعه حب الوالدين لأبنائهما إثار إيماني أخلاقي ودافعه حب الخير للغير وإثار الآخرة على الدنيا فوائد الإثار على الفرد فوائد الإثار على الفرد تتجلى فيه القبول عند الناس والقول الحسن يكسب العب ترفعة في الدنيا والآخرة يطهر القلب من البخلي والشحي والأنانيا يحقق الرذاء فوائد الإثار على المجتمع فوائد الإثار على المجتمع تتجلى فيه انتشار حيث تعاون والتكافل بين الناس توصيق المحبة والألفة بين أفراد المجتمع تجنب العدوى والحقد في المجتمع انتفاع الناس بخدمة بعضهم البعض هم التضحية التضحية لغة وهي البدل والتبرع بدون مقابل وشرعا هي بدل النفس أو الوقت أو المال لأجل غاية أسمى ولأجل هدف أرجى مع احتزاب الأجر وسواب على ذلك عند الله عز وجل تعتبر التضحية من أهم الركائز التي تقوم عليها علاقة المسلمين مع بعضهم البعض فهي تحافظ على تماسك المجتمع وتقيه من عوامل الضعف والتشتث التي تنتج عن الأنانية والبحث عن المصلحة الشخصية ثانيا دور التضحية في صون المجتمع تعتبر التضحية من أهم الركائز التي تقوم عليها علاقة المسلمين مع بعضهم البعض فهي تحافظ على تماسك المجتمع وتقيه من عوامل الضعف والتشتث التي تنتج عن الأنانية والبحث عن المصلحة الشخصية ولن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهضم المادش تضحية بالنفس والمالي في سبيل هذا الدين العظيم سور ومظاهر الإتار والتضحية في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة وأعطته بردة هدية فلبسها وكان محتاجا إليها ورآه أحد الصحابة فطلبها منه فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها علي بن أبي طالب ضحى بنفسه فنم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للموت المهاجرون ضحوا بأموالهم ومصالحهم في سبيل نصرة الدين أما الأنصار قدموا نموذج الأمثل للإيثار من خلال استقبالهم للمهاجرين وإكرامهم اشمع عند أبي حسن الأنطاكي أكثر من ثلاثين رجل ومعهم أرغفة قليلة لا تكفيهم فقطعوا الأرغفة قطعا صغيرة وأطفأوا المصباحة وجلسوا للأكل فلما رفعت السفرة فإذا بالأرغفة كما هي لم ينقص منها شيء لأن كل واحد منهم أثر أخاه بالطعام وفضله على نفسه الأنصار قدموا نموذج الأمثل للإيثار من خلال استقبالهم للمهاجرين وإكرامهم اشمع عند أبي الحسن الأنطاكي أكثر من ثلاثين رجل ومعهم أرغفة قليلة لا تكفيهم فقطعوا الأرغفة قطعا صغيرة وأطفأوا المصباحة وجلسوا للأكل فلما رفعت السفرة فإذا بالأرغفة كما هي لم ينقص منها شيء لأن كل واحد منهم أثر أخاه بالطعام وفضله على نفسه فلم يأكلوا جميعا إيثار أرمالة روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطحمتها ثلاثة ثمرات فأعطت كل واحدة منهما ثمرة ورفعت إلى فيها ثمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت الثمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأحجبني جأنها فذكرت الذي ذرعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أحتقها بها من النار إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر